بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه نتحدث في هذه الحلقة عن إكرام الشريعة للمرأة قال الله سبحانه وتعالى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ويقول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُ النِّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ هذه الآية تعبر عن قصة تاريخية كانت قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا مات الرجل يأتي أقرب أقاربه فيضع ثيابا على زوجته ويقول أنا ورثتها فجاءت الشريعة لتحرم هذه العادة وتبين أن المرأة لا تورث كما يورث المتاع بل إننا إذا تأملنا نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة المشرفة لوجدنا أن كثيرا من الأحكام جاءت من أجل إكرام المرأة وإعطائها المنزلة اللائقة بها فحرمت الآيات القرآنية أن يؤلي الرجل من زوجته أو يؤلي عليها فيما عرف بحكم الإيلاء وهو أن يحلف الرجل على أن لا يكون بينه وبين زوجته ما يكون بين الأزواج فهو لا يطلقها ولا يفارقها فقال الله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم لا يجوز له أن يحلف على إضرارها لمدة تزيد على الأربعة أشهر فإما أن يطلقها على رأس الأربعة أشهر أو أن يكفر عن يمينه وأن يفيء عن حلفه بل جاءت الشريعة وقيدت عدد النساء ألا يجوز للرجل أن يتزوج بهن فكانوا ربما تزوجوا بالعشر من النساء فجعلت أنه لا يجوز له أن يتزوج بحد أقصى إلا أربعة نساء وقد أسلم رجل وجاء إلى رسول الله وتحته عشر من النساء فقال له النبي أمسك أربعا وفارق سائرهن بل جاءت الشريعة وحرمت الظهار بل جاءت الشريعة وقيدت الطلاق فكان الطلاق عندهم لا عدد له فقال ربنا سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء شقائق الرجال وقال الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات فجعلت الرجل على نفس منزلة المرأة ليس هناك فرق بينهما وإنما حينما تتكلم الآيات عن مسألة القوامة يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بع وبما أنفقوا من أموالهم فجعلت القوامة كلفة وتبعه على الرجل يجب عليه أن ينفق فإذا لم ينفق زالت عنه القوامة ولم يعد له على المرأة قوامة وهذا وضع للأمر في نصابه وهذا تحقيق لقضية الخصائص والوظائف فله وظائف وأعطاه الله سبحانه وتعالى خصائص من أجل أن يستطيع القيام بهذه الوظائف وحين نستعرض آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي الأمين نجد أن الشريعة اهتمت بالمرأة اهتماما بالغا وجعلت إكرامها عين الإكرام فقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأنهن رفقا بالقوارير لينبه على الفارق الدقيق بين نفسية الرجل ونفسية المرأة بين عقلية الرجل وعقلية المرأة وجعلت الشريعة المشرفة رعاية المرأة قضية القضايا ومسألة المسائل فلا تنفصل المرأة أبدا عن أب يرعاها أو أخ يحن عليها أو زوج يبزل لها الخير والمعروف أو ابن يقوم على شأنها وعلى إصلاح أمرها فهي تستلزم الرعاية والعناية أبدا فوجودها في الحياة يستلزم الرعاية والعناية أبدا ومن هنا وضعت الشريعة المرأة في المكانة اللائقة بها والتي من أجلها وبها ينصلح المجتمع ويكون كل إنسان في المحط الذي أراده الله له وفي المكانة التي يقوم بها خير قيام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلي شأننا وقدرنا وأن يأخذ بأيدينا إلى سبيل النجاح اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته